اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا فيه عنا ضيوف بيصان وفيروس خانوا اهلا دي اهلا بابا كيفك حبيبي بابا اختي بضاك خجلني قدام رفيتا الله يخليك يحكي معه مشايف عنا ضيوف اهلا كتير حلو يسلموا يديكي بتجني تكرم عينك امي شوفي ما احلاهم كعنو صغار كتير ما هيك اجابابا اجابابا اه اهلا اهلا حبيبي اهلا حبيبتي اهلا وسهلا اهلا عدنا بيك اهلا وسهلا كيف حالكم تمام وانت كيفك الحمد لله لكان عملتوا مفاجأة ايه والله سمر خبرتنا شوي عن رحلتكم كانت رحلة كتير حلوة ليش اتأخرت حبيبي كان عندي شوية شغل خلصتني اجيت فورا نهاد رحلة عندك على الشركة؟ ايه وحكينا سوا ان شاء الله تعود على الشغل طبعا تعود على الشغل وكان شغله كتير حلو خلال فترة قصيرة ووفر علينا شغل كتير وانا كتير مبسوط منه هو محظوظ كتير لانه لقى هيك فرصة لازم يستغلها وما يفرد فيها بنوب شو ما صار اهه نهاد رجل زكي كتير وما بينخاف عليه وراح يطلع رجل اعمال ناجح بالمستقبل وانا كتير مبسوط منه لانه هو حابب يشتغل اليوم عم بسمع شغلات حلوة وانا كتير مبسوطة صار عنا كتير شغلات لازم نحتفل فيها وانا حابة ساوي حفلة صغيرة بها المناسبة شو رأيك تكون باخر هالاسبوع؟ انا عم خبركن هلأ مشا ما ترتبطوا بشي تاني شو رأيك حبيبي؟ ما عندي مشكلة مرحبا بابا اهلين حبيبتي رانين رايحة عنجد؟ مع سلامة خلينا نشوفك ان شاء الله بابا حبيبي؟ هم؟ سمعت يشو قالتلي بابا حبيبي؟ معناها اكيد بده شيء عمو من بعد اذنك معلش تروح نهال معي؟ الحقيقة لسه ما شفت الانهال منيح ولا قاعدت معها وكنت عم فكر ان اضي نهاية الاسبوع مع بعض انت سمح لتروح معي اليوم واعتبارا من بكرة بسامحك فيها بس يوم واحد رجاءا لاني قاعدة لحالي اذا قاعدة لحالك خليك معنا لكان رجاءا يا عمو عدنان دائما انا يلي عم بجي بعرف بس ان خايف عليها كتير ماشي هلا خلونا نسكر على الموضوع اذا بدك منحكي مع اهلك مشان يخلوك يتنامي عنا يوم تاني كرمالي هنن بناتو حابين يكونوا مع بعضن شوي لازم ياخدوا راحتن ما هيك مزبوط بدهم يتسلوا مع بعض ويزهروا للصبح بدهم ما حدا يزعجون ايه ومراد ما راح يضايقكم طبعا لما كنت بعمر نيهال بتذكر اديك كتنزعج من ماما لما ما تعطيني اذن ايه مزبوط انا عمقول هيك مش عالي نكون مع بعضنا بس حبيبي كرمالي حابين يعدوا شوي مع بعضن ما عليش وبكرة منطلع من بيتنا عالمدرسة الله يخليك عمو عدنان حبيبي كرمالي اذا بدك نحنا كل شوي منتصل فينو منتطمن عليهم ماشي طبعا خالص الوافق انا بتشكرك كتير عمو عدنان ولك سمر خانم شكرا بابا راح حضر حالي فورا يلا بسرعة هاي كل الموضوع سوفت قديم بسطوه شو ما ساوا الواحد ما بيعجبون مو هيك سمر سمعتو شو قالت سمر خانم كانت تعصب مني لما ما كنت ابعتها معرفي اتا يمكن لانو نحنا بنظرهم دقا قديمة هيك يا بابا الله يسامحك ليش عطا تأذن ما شفيت كانوا ثلاثة ضد اتنين وانا شو بدي ساوي لحالي هلا شو رقيك نحنا نروح عالسينما طبعا اذا بوافق ابوك سمحنا لاختي معقول ما يسمح لي شو قلت اخ من الولاد بتضلوا يعزبونا مو هيك موسيقى 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 اشتركوا في القناة